الفرديات الخاصة مسلس برمودة هي فرديات كتير لكن لازم نؤكد ان احنا بنتكلم على خمسين سفينة غير وعشرين طيارة ده الواقع الاساسية الموثقة ده المثبت في الدفاتر يعني ده اللي معروف لكن اللي مش معروف اكيد هو رقم اكبر من كده بكتير البداية كانت مع الرحلة رقم 19 سنة 1962 اللي كانت موجودة في هذا المكان واللي قبل ما يختفي قال لهم انا شايف ان السماء لونها مختلف والماء لونها كمان مختلف وانا شايف كرات من النار بتصعد وبتهبط في المياه ثم انقطع الاتصال بيه كل الناس اللي بعتوا رسائل استغاثة قبل ما يختفي من مسلس برمودة اجمعوا الى ان هناك شيء غير طبيعي مش عارفين السماء فين ومش عارفين اتجاهات فين وكل المؤشرات بتشير الى صفر هنا ابتدت الناس بتحاول تبحث عن حقيقة ما يحدث في مسلس برمودة وبدأت تطلع مجموعة كبيرة جدا حتى هناك كمان رأي ديني ممكن ان احنا اتراحوا بالمرة يعني فيه ناس تتكلم وقالت ان مسلس برمودة هو فيه اختلال في الجاذبية الارضية الجاذبية بتشتد جدا جدا ثم بتضعف وده اللي بيخلي الطيرات تنزل الى قاع المحيط لازم هنا نؤكد ان كل الابحاث اللي اتعاملت داخل مسلس برمودة ما طلعناش منها غير بهيكل واحد لسفينة سفينة واحدة فقط هي اللي تم تصويرها بعد 92 سنة من غرقها والباقي راح فين؟ وعشان نقف عند كلمة محدش عارف دي فمعنى كده ان هذه السفن او هذه الطائرات من الوارد ان هي تكون بتنتقل برا البعد اللي احنا عايشين فيه اساسا تفسير هنا ايه؟ تفسير هنا ان منطقة مسلس برمودة هي ما يطلق عليه اسم النقاط اللينة او فجوة بين الابعاد بتسمح بمرور هذه الطائرات او السفن وتختفي عننا احنا تماما وتنتقل الى بعد اخر او كوكب اخر ويروحوا فين بعد كده؟ كوكب الاخر بقى؟ بالظفر علشان كده مفيش اثار ليهم مفيش اثار حطام مفيش اثار تدل حتى ان في حاجة انفجرت المفروض لما يكون بيكون فيه هياكل عظمية بيكون فيه اثار للطائرات بيكون فيه هياكل للمراكم يعني ايه؟ مفيش تم حاجد دور زي ان بقول له حضرتك كل الناس اللي دورت عشان تطلع الحقيقة ملاقوش غر سفينة واحدة غريقة من 92 سنة وما يشاع ان مسلس برمودة تحتيه هرم هذا الكلام غير صحيح وما يشاع ان هو تحتيه مناطق غريبة برضو ده كلام غير صحيح لانا عايز اقول له حضرتك كمان ان فيه فرضية طلعت وقالت ان تحت مسلس برمودة هو قارة اطلانتس هذا صحيح يعني فيه فرضية قاله ان تحت مسلس برمودة تتواجد قارة اطلانتس اللي هي القارة اللي احنا كنا بنتكلم عليها من شوية ولكن الحقيقة ان مسلس برمودة بكل الحوادث اللي بتحصل فيه واللي ما زالت بتحدث على فكرة هو لغز كبير جدا في ناس قالت ان هو مقر للكائنات الفضائية وفي ناس قالت ان امريكا نفسها بتجري هناك بعض التجارب يعني قالوا ان امريكا دم خلينا نشوف الفيديو ده ايه ده وثقيقي بيوضح بعض الحوادث اللي حصلت في المسلس برمودا وقرأ بعض العلماء عن المنطقة نفسها احنا بنتكلم في مليون ونص ميل مساحة هائلة 100 مليون يعني نتكلم في رقم كبير جدا 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 ومساحة هائلة صعب ان احنا نغطيها كلها والمنظور اللي احنا شايفينه دلوقتي ده للراجل اللي احنا اتكلمنا عنه في الحلقة الماضية لما قلنا ان فيه واحد كان هيختفي من علشات الرادار وظهر مرة اخرى بيقول ان انا شعرت ان انا موجود في ممر وان شكل الصحب نفسه مختلف واختفى لفترة من الوقت وبعد ظهوره اكتشفنا ان الوقت اللي هو قضاه هو وقت قليل جدا ولم يتم استهلاك بنزين خالص يعني وكأنه انتقل من نقطة الى نقطة اخرى هو ده اللي حصل وهي دي الحالة الوحيدة اللي نجت من مسلس برمودا وعايز اقول لحضرتك معلومة مهم مسلس برمودا من ايام كريستوفر كولومس كريستوفر كولومس وهو بيجوب هذه المناطق قال ان هذه المناطقة غير طبعية والبحارة اللي موجودين معاه كمان وثقوا بعض الظواهر الغريبة والكائنات الغريبة في مسلس برمودا فالموضوع قديم هو مش موضوع جديد ولا مستحفظ